مركز جديد للتطعيم ضد كورونا افتتح في محافظة المفرق المركز الذي تم افتتاحه في مجمع الأمير علي الرياضي شهد منذ الساعات الأولى إقبالا من قبل المواطنين لتلقي لقاحات كورونا إذ يستطيع تقديم ألف جرع يوميا عدد جميع المراكز الموجودة عندنا تم المراكز موجود داخل المحافظة وفيه عندنا طبعا مراكز ثابتة وفيه عندنا فرق جوالي فيه فريق جوالي استحدثنا تقريبا من أسبوع وفيه عندنا الفرق اللي تابع لأخدمات الطبية هذا المجمع مساحة 56 دولوم طبعا فيه عندنا باركات فيه عندنا مواقف للسيارات فإحنا زي ما نقول سحنا كل الأمور اللي تتعلق بالأمور الجوثية لدعم للوزارة الصحة وأبناء المفرق طريق الصير التطعيم كان جدا ممتازا ما فيها لا صعوبة ولا إيشي اللي شجعني حتى الواحد أنه ممكن أنه مثلا يتعدى عن الأمراض حتى ما ينصب أنه بارس كورونا موقع الجديد يعني كثير مناسب جدا جدا قبل كان بعيدة شوي عن الإنشارة العامة يعني تتغلب لما توصل خاصة يكون جايين مواصلات إحنا يعني فالمرة هاي لا ما شاء الله علينا والله عسرية ما تغلبنا ولا إيشي يعني هذا مصالي أقل من ثلاث دقائق هون هاي مروح